موسيقى مساء الخير إلى العناوين موسيقى إطلاق مبادرة البرامج الجامعية القصيرة موسيقى وكيف تتم الرقابة على المكاتب والمنصات العقارية مسؤول يجيب موسيقى التدرج الوظيفي نصائح وطرق لكسب الترقيات في فترة قياسية موسيقى مستكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي والبداية كالعادة بأخبار لا تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة جدة من إخمادي حريق شب في جزء من واجهة مبنى سوق جدة الدولي بحي الروضة وأظهرت لقطات مصورة انهيار واجهة المبنى فيما لم يذكر وجود إصابات في الحادثة ويعتبر سوق جدة دولي الذي انشأ قبل واحد واربعين عاما من أقدم الأسواق في المملكة موسيقى ووفقا لما نشر في صحيفة سبق تقريبا قبل ساعتين من الآن أنه وفاة اثنين من رجال الدفاع المدني في الحريق الذي اندلع في روضة جدة هؤلاء الأبطال نترحم عليهم نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة وفسيح الجنان الأدوار العظيمة اللي يقدمها الدفاع المدني في كل الحوادث في كل الأزمات في كل الكوارث هي جهود مقدرة جهود مشكورة جهود عظيمة يعني لول الله ثم ما يقدمون هؤلاء الرجال من تضحيات عظيمة جدا في مثل هذه المواقف وإلا لكانت الأزمات أكبر للذين توفقوا كل الرحمة والمغفرة وفسيح الجنان إن شاء الله نعود إلى أخبارنا بهدف إكساب المهارات المتوافقة مع التغيرات السريعة في سوق العمل أطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مبادرة البرامج الجامعية القصيرة ميكرو أكس وهي إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030 مبادرة البرامج الجامعية القصيرة هي إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية يعمل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني على هذه المبادرة مع الجامعات نهدف إلى تقديم برامج جامعية قصيرة تركز على تطوير المهارات العملية تتماشى هذه المهارات مع احتياجات توق العمل المتسارعة من خلال هذه المبادرة نسعى بإذن الله إلى إطلاق 350 برنامج جامعية قصيرة من خلال الجامعات بالتعاون مع أصحاب الأعمال في قطاعات متخصصة هذه المبادرة مدتها أربع سنوات قادمة بإذن الله نعزز فيها من مرونة القوى العاملة وكذلك نمكن الشباب السعودي من اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل الميزة الأساسية للبرامج الجامعية القصيرة أو الشهادات المصغرة أنها تركز على المهارات المحددة والمطلوبة في سوق العمل وتركز عليها بشكل مباشر تقدم هذه البرامج في مدة زمنية قصيرة تكون مرنة بدرجة عالية كما أنها مصممة لتكون قابلة للتجميع قابلية التجميع بمعنى أنها تسمح للمتعلمين بتجميع الشهادات للحصول على درجات علمية أكبر يمكن استخدام البرامج الجامعية القصيرة لتعزيز المسار المهني أو كذلك الانتقال إلى مجالات جديدة ووظائف جديدة بالإضافة إلى هذه الميزة من المزايا الأخرى أنها تقدم بالتعاون مع الجامعات وكذلك المؤسسات الرائدة نضمن بهذه الممارسة الاعتراف الأكاديمي والمهني كما أنها تركز أيضاً على 12 قطاع رئيسي هذه القطاعات توافق مع رؤية المملكة 2030 وتم اختيارة 350 برنامج بعناية لأنها تمثل محركات النمو الاقتصادي في المملكة وتحتاج إلى مهارات متخصصة لتلبية احتياجاتها المتزايدة تستمد هذه المبادرة إلى تحليل دقيق الاحتياجات سوق العمل محدد الفجوات في المهارات من خلال تعاوننا مع المجارس القطاعية للمهارات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك تعاوننا مع أصحاب الأعمال في القطاعات المختلفة نقوم بالتعاون مع الجامعات على تطوير هذه البرامج وتكون مصممة خصيصاً لسد هذه الفجوات البرامج القصيرة تساعدنا على توفير التدريب المناسب للشباب وكذلك البحثين عن عمل ويزيد هذا من فرصهم في الحصول على وظائف في القطاعات الأولوية ويساهم كذلك في تحسين إنتاجية المواطنين العاملين في المملكة متوائمين في أعمالنا مع مجالس القطاعية للمهارات في وزارة الموارد البشرية نضمن تلبية البرامج القصيرة بإعلى معايير الجودة هذه البرامج تخضع لعملية تقييم وتخضع أيضاً لعملية اعتمادات صارمة سواء كان من الجهات الأكاديمية أو كذلك من أصحاب الأعمال نضمن فيها أن المهارات المقتسبة تلبي احتياجات سوق العمل الحالية وكذلك المستقبلية ونقوم بتحديث البرامج بشكل دوري بناء على التغذية الراجعة تعتمد هذه المبادرة بشكل كبير حقيقة على التعاون مع أصحاب العمل وكذلك مع القطاع الخاص ونضمن أن البرامج المقدمة هي تلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل من خلال تعاوننا مع المجالس القطاعية للمهارات نعمل مع القطاع الخاص لتحديد ما هي المهارات المطلوبة ونصمم برامج متوافقة مع هذه المتطلبات هذه الشراكات مع القطاع الخاص وكذلك مع الجامعات وقطاعات الأعمال داخل المملكة تضمن لنا أن المخرجات التعليمية تتماشى مع متطلبات السوق ويعزز ذلك من فرص التوظيف ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني يمساهمة في تعزيز تنافسية المملكة عالميا من خلال مبادرة البرامج القصيرة نوفر برامج تعليمية تكون هذه البرامج مرنة وتكون كذلك متطورة وتلبي احتياجات سوق العمل العالمي هذه المبادرة نستهدف فيها تحسين ترتيب المملكة في مؤشرات التعليم العالمي مثل التعلم ودى الحياة وجودة التعليم المهني بفضل هذه البرامج يصبح التعليم المستمر جزء لا يتجزأ من بيئة العمل في المملكة ويزيد ذلك من قدرة المملكة على جذب الاستثمارات وعلى تعزيز الابتكار أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قراراً باعتماد القواعد التنظيمية للائحة المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك القواعد التنظيمية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بعد إجراء عدة تعديلات على بنود اللائحتين والتي تهدف إلى ضمان دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم مبهرة في كل المواسم أنت يا أحلى العواصم هذه أغنية موسم الرياض اللي أعلنها على حسابه في منصة أكس معالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ الأغنية بصوت الفنان راشد الماجد كلمات وألحان وإشراف نواف عبد الله حالة إبداعية جديدة من حالات من الإبداع اللي لا تقف في موسم الرياض واللي تقدم لنا كل يوم وجه من أوجه الإبهار والدهشة والجمال السعودي الجديدة خلونا نسمع هنا تخيلنا أكثر وأكثر كبرة أعمالنا والحلم كبار قلب الرياض اللي بالحج معنا في موسم فوق الخيار هنا تخيلنا أكثر وأكثر كبرة أعمالنا والحلم كبار قلب الرياض اللي بالحج معنا في موسم فوق الخيار الخيار مظهرة كل المواسم انت يا أحلى العواصم مظهرة كل المواسم انت يا أحلى العواصم فرحة وبهجة وحياة شفر انت يا أحلى العواصم انت يا أحلى العواصم موسيقى هذه الرياض اللي زايت حالها في ثوبها الأخضر عز انكساها صارت لها العالم وجهها ومنظر ما تعرف صعب ومحال هذه الرياض اللي زايت حالها في ثوبها الأخضر عز انكساها صارت لها العالم وجهها ومنظر ما تعرف صعب ومحال محال مظهرة كل المواسم اي حي انت يا احلى العواصم امخر كل المواسم اي حي انت يا احلى العواصم فرحة وبهجة وحياة موسيقى 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 مبهرة في كل المواسم انت يا احلى العواصم موعودين بموسم رياض مبهر ان شاء الله بعد هذا الفاصل القاكم موسيقى حياكم الله مجددا في اهلا هذه الفقرة نحاور فيها الهيئة العامة للعقار ممثلة في متحدثها الرسمي الاستاذ تيسير المفرج مجموعة من المحاور من الافكار من التوضيحات من النقاشات التي من المهم جدا ان تظهر الى الجمهور اليوم كل الشكر والتحية والتقدير حقيقة للأساتذة الكرام في الهيئة العامة للعقار على تجاوبهم هذا ليس التجاوب الاول حقيقة واحنا دائما نذكر ونشكر لهم هذا التجاوب النبيل مع دعوات برنامج ياهلا ستتيسير مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة اهلا وسهلا فيك وحياك الله اول شيء يعني كل يوم يومين نسمع لائحة نسمع نظام اضافة حاذف تغيير اعخلنا في الصورة حنا والمشاهدين واشا اخر المستجدات في موضوع اللوائح والانظمة الان عندكم في الهيئة طبعا واحدة من الاشياء اللي احنا نفخر فيها في الهيئة الحقيقة اليوم الهيئة العامة للعقار خلال يمكن الخمس او ست سنوات الاخيرة اصدرت ثمنتعشر تشريع ثمنتعشر تشريع مقسمة ما بين انظمة عقارية ما بين لوائح تنفيذية ما بين لوائح تنظيمية الفرق بسيط جدا حتى يكون يعني الموضوع واضع عند المشاهدين النظام لما يصدر تكلف او يكلف مجلس الوزراء الجهة صاحبة الاختصاص باصدار لائحة تنفيذية مفسرة لأحكام كثيرة موجودة في النظام وبعد ذلك الهيئة نفسها تصدر او الجهة تصدر لائحة تنظيمية لبعض الانشطة اللي موجودة داخل التشريع على سبيل المثال نظام الوساطة العقارية واحد من اهم الانظمة العقارية اللي صدرت مؤخرا خاصة انه الان يغطي سبع انشطة عقارية مهمة جدا يغطي نظام او يغطي نشاط الوساطة اللي هو التوسط في اتمام الصفقات العقارية مقابل عمولة والاعلانات والتسويق وهذه الثلاثة مع بعضها نسميها وساطة النظام مسمى نظام الوساطة والخدمات العقارية معناتهم كمان فيه اربع خدمات معاها اضافية ادارة المرافق ادارة الاملاك المزادات العقارية والاستشارات والتحليلات العقارية ويمكن هذه نقطة تهم كثير الناس خاصة موضوع تقديم التوصيات وتقديم الاراء المتعلقة بالقطاع العقاري هذه السبع انشطة صدرت لائحة تنفيذية مفسرة للنظام لائحة تنظيمية لكل نشاط اللائحة تنظيمية للمزادات اللائحة تنظيمية للإعلانات اللائحة تنظيمية للمرافق للأملاك لكذا سبع لوائحة تنظيمية مع اللائحة التنفيذية الواحدة فبالتالي نتكلم حنا مجموع التشريعات اللي موجودة اليوم 18 تشريع او حتى اكثر هذه التشريعات ساهمت بلا شك في حوكمة القطاع العقاري وحفظ حقوق جميع الاطراف المتعاملة وبنجي عليها وعلى اهمها وبالذات فيه متعلق موضوع الإعلانات لأنه فيه مشاكل كثير وشكاوة كثير طيب من الأشياء المهمة اللي بنتحدث اليوم مع الهيئة عنها الرقابة الجولات التفتشية كل هذه التفاصيل في برنامج يا هلا عملنا جولة وفكرة أنه نرافق فيها الهيئة العامة للعقار في واحدة من جولاتها التفتشية على مكاتب العقار والمنصات العقارية بنشوف كل الكواليس اللي راح معرضها لكم الآن وأرجع أتحدث مع ضيف الكريم بهدف مراقبة المكاتب والمنشآت العقارية تقوم الهيئة العامة للعقار بعمل جولات تفتشية دورية للتأكد من التزام هذه المنشآت بالقوانين واللوائح والتنظيمات وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومتوافقة مع معايير الجودة تأتي هذه الجولة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كاميرا ياهلا رافقت الفرق التفتشية في إحدى هذه الجولات لمتابعة ورصد ما يتم مشاهدته من مخالفات وكيفية التعامل معها هدف الهيئة الرئيسي من خلال الحملات الميدانية أو فرق الرقابة الميدانية مشتركة هو التأكد من امتثال الوسطاء العقاريين لنظام الوساطة العقارية الخاص بالهيئة العامة للعقار إضافة إلى أن الهيئة لديها أربع مسارات رئيسية في عمليات الرقابة وهي المسار الأول وهي مسار فرق الرقابة الميدانية التي يقوم بها مفتشين الهيئة لتأكد من امتثال الوسطاء العقاريين إضافة إلى التأكد من نظامية اللوحات الإعلانية في الأماكن العامة المسار الثاني وهو مسار الحملات الرقابية الميدانية المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل أخوان الزملاء في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك بهدف التأكد من امتثال السوق العقاري إضافة إلى التأكد من توطين مهنة الوساطة العقارية والمسار الثالث وهو الرقابة الإلكترونية لدينا يوجد فرق كامل فيما يخص الرقابة على المنصات العقارية وموقع التواصل الاجتماعي لتأكد من استفاءها لمتطلبات الهيئة والمسار الأخير وهو نظام البلاغات الخاص بالهيئة عن طريق الموقع والمنصة الرسمية اللي هي العمل الأخير طبعا اليوم أخذنا الجولة مع هيئة العقار وأثناء هذه الجولة تبين وجود أحد العمالة الخاصة يعمل مسوق عقاري في أحد المكاتب وهو لا يعمل ويعمل على غير الكفالة وتم ضبط المخالبة لمادة 39 وتبذل الهيئة العامة للعقار جهودا كبيرة في متابعة ورصد جميع المخالفات للمكاتب والمنصات العقارية وذلك بهدف تطوير قطاع العقارات في المملكة وتعزيز الانتثال والشفافية في هذا القطاع أول شيء شكرا للهيئة العامة للعقار حقيقا هم يسمحوا لنا بمرافقتهم في هذه الجولة وشكرا للزميل عبد الرحمن الحركان الذي كان موجود في هذه الجولة وعاش تفاصيلها خذنا في الجولات الرقابية اليوم كم معدل الجولات الرقابية التي تعملونها وش أبرز المخالفات التي تلاقونها يمكن أهم الجولات التي نشتغل عليها هي الجولات التفتيشية المشتركة خاصة مع الجهات الحكومية التي لها علاقة وليش مهمة؟ لأنه دائما نواجه مخالفات قد لا تكون من اختصاص الهيئة العامة للعقار على سبيل المثال يمكن من أهمها مخالفات التوطين بالتالي زي ما شفت في التقرير معنا الزملاء مشكورين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضبط المخالفات الخاصة بالتوطين وهذا اختصاصهم الهيئة تقوم بضبط مخالفات أخرى مختلفة مثل بس تسمح لي أوقف عند النقطة هذه مخالفات التوطين الآن التوطين إيش يقول نسبته في موضوع العقار؟ ما في نسبة مية في المية مية في المية بالنسبة للمسوق العقاري والوسيط العقاري العمال الوساطة العقارية كاملة لا بد أن تكون مية بالمية لأنه أصلاً اشتراط الحصول على الرخصة أن تكون سعودي طيب الوساطة وإيش؟ الوساطة وكل الأنشطة حقتها السبعة إدارة المرافق، إدارة الأملاك خاصة يعني موضوع الوساطة قلنا سبعة إدارة المرافق إدارة المرافق، إدارة الأملاك، البزادات، الإعلانات والتسويق والوساطة هذه الثلاثة مع بعض والاستشارات والتحالات العقارية الإعلانات تشترض أن يكون المعلن سعودي أي معلن غير سعودي مخالف طيب تفضل فبالتالي نتكلم عن مخالفات لا علاقة بالتوطين فتكون معنا الوزارة مشكورة بهذا الأمر حتى تضبط مخالفات الاختصاص بالوزارة نفسها باقي المخالفات التي يتم ضبطها مع الفرق الميدانية على سبيل المثال اللوحات المخالفة للإيجار، للبيع، للاستثمار إذا لم تكن عليها اسم الوسيط أو رخصة الوسيط نفسها لتفعل، البار كود حقها أو حتى رخصة الإعلان الخاص بالأرض أو العقار محل البيع أو الإيجار تعتبر مخالفة يتم يزالتها لحظة، أنا أشكرك على هذا التوضيح الآن اللوحات التي نشوفها قدامنا التي مكتوب عليها للإيجار وحطي الرقم جوال أو للبيع، هذه كلها مخالفة مخالفة، مخالفة، مخالفة ما هي الصحة التي مفروض فيها؟ اللوحة لابد أن تحتوي على رخصة فال للمسوق نفسها من هو الوسيط الذي أعلن يضع الرخصة صورة الرخصة؟ بار كود بس، بار كود حق الرخصة لأنه قردي في كل المعلومات وإيش غيرها؟ والترخيص الإعلاني للعقار محل البيع أو الإيجار رقم للترخيص الإعلاني؟ نعم طيب اسمح لي بالسؤال أستاذ تيسير، يا كثرها؟ يا كثر اللي يشوفها؟ ويا كثر اللي بدأ ننزيلها؟ طيب، كيف تتعاملوا معها؟ بس إزالة ولا في عقوبة؟ إزالة وفيها مخالفة، من من صاحب هذا الرقم؟ يتم الاتصال عليه مخالفة بالتأكيد مخالفات فيها مخالفات إدارية، فيها مخالفات مالية يتم طبعاً الإنذار فيها أكثر من مرة إذا كانت عشوائية يتم إزالتها يتم أحياناً بعضها إحالتها لجهات معنية متعلقة مثلاً بالبحث والتحري مثلاً على سبيل المثال حتى نعرف من أصحاب هذه الأرقام وبالتالي توصل إلى كده؟ أنكم تتواصلوا مع جهات البحث والتحري ووصلونا لصاحب الرقم؟ مع الجهات الأمنية نعم في ربط كامل أصلاً بين الجهات الحكومية خاصة في هذا المجال فبالتالي فيه سهولة الوصول إلى صاحب الإعلان المخالف إذا كان موجود يتم الاتصال عليه مباشرة ويزيلها طيب يزيلها ويش العقوبات والمخالفات التي تقع عليها؟ فيه مخالفات مالية فيه مخالفات إدارية تبدأ من خمس ألاف توصل إلى الميتين ألف ريال بناء على تكرار المخالفة بناء على جسامتها بناء على التحقيق اللي موجود فيها والله كلام مهم ما عليش إذا تسمح لي نعيد بس للجمهور الآن علشان تشوف لوحة للإيجار ولا للبيع وتتأكد إنها رسمية وليست مخالفة إيش تتضمن؟ أي لوحة تشوفها مكتوب عليها للبيع للإيجار من غير ما يكون فيها رقم الترخيص الإعلاني ورخصة فال اللي هو الباركود الخاص برخصة فال للمسوق نفسه تعتبر مخالفة لأنه ما ندري من هي تعتبر لوحة مجهورة الهوية وعشان كده يتم إزالة يعني عدد كبير منها خلال مثلا شهر سبتمبر مع الجولات اللي صارت معنا اليوم يعني تم إزالة أكثر من 66 ألف لوحة فقط في شهر والعمل مستمر والله أتوقع أن لست قدامكم لوحات كثيرة والعمل مستمر لأننا جالسين نشوفها بشكل والعمل مستمر ولكن إن شاء الله مع الوعي الحمد لله الآن فيه حتى في نسبة الامتثال بدت ترتفع وبدت تكثر أكثر من أول فبالتالي متوقعين إن شاء الله الفترة القادمة أن يكون فيه امتثال أكثر من أصحاب اللوحات جميل طيب رخصة فال قلتها أكثر من مرة رخصة فال الآن كيف تعطى إشآليتها من المستفيد منها وكيف يعني نقضي على التحايل فيها رخصة فال تعتبر هي الرخصة الرسمية لمزاورة النشاط العقاري رخصة فال اليوم لها أكثر من نشاط ترخص لنشاط المزادات العقارية على سبيل المثال لنشاط الوساطة العقارية لنشاط التسويق والإعلان لنشاط إدارة المرافق لنشاط إدارة الأملاك حتى لنشاط الاستشارات والتحليات العقارية اليوم الهيئة العامة للعقار تنظم هذا النشاط اللي هو تقديم الآراء المتصلة بالرأي العقاري سواء عن طريق الخدمة المباشرة وحتى عن طريق وسائل الإعلام اليوم هذه أصبحت منظمة وأصبحت مرخصة فلا يمكن لأحد أن يمارس أي نشاط عقاري في هذه السبع الأنشطة إلا أن يكون حاصل على الرخصة كيف أحصل على رخصة فال؟ يشترط أن يكون سعودي له اشتراطات معينة من ضمنها خلوة من السوابق على سبيل المثال لها اشتراطات وطلبات معينة لكن أهمها أن يجتاز المتقدم الدورة التدريبية الخاصة بهذا النشاط وبالتالي نضمن أنه ليس فقط لدينا ممارسين مرخصين لا أصبع لدينا ممارسين مهنيين مؤهلين نعم لأنه اليوم الدورات التدريبية تضع لك الأساسات الأهم والركائز الرئيسية في ممارسة النشاط خاصة أنه نشاط كبير نشاط يتعامل فيه بشكل يومي داخل السوق العقاري فبالتالي يتم تأهيل المتقدمين واللي حابين يمارسون النشاط العقاري بعد كده تصدر لك الرخصة وتبدأ تمارس وتجدد للمنشآت والأفراد يشترط فيها مؤهل دراسي معين أو تخصص الاستشارات والتحليلات العقارية نعم الاستشارات والتحليلات الاستشارات والتحليلات العقارية مقصورة على الشهادة الجامعية البكالاريوس وأيضا تخصصات معينة مثل القانون مثل إدارة الأعمال مثل الاقتصاد لأنه نتكلم أنت اليوم عن توصية وعن رأي تقدم في وسائل الإعلامة وحتى يقدم بشكل خدمة والإعلانات؟ لا تشترط فيها تخصص لأنه لا تشترط فيها اجتياز الدورة التدريبية زائد أنه تكون طبعا المتطلبات الرسمية مثل الاشتراطات الخاصة بالرخصة طيب إحنا فهمنا صورة الإعلان المكتوب اليوم الملصق في كل مكان ماذا عن صورة الإعلان المرئي الإعلانات التي نشوفها في التكتوك وفي السناب مثلا هذه وش وجهة النظر النظامية فيها أو الموقف النظامي عفوه نفس الشيء كلها ينطبق عليها نفس الشيء اليوم أي إعلان عقاري في أي وسيلة إعلامية إذا لم يكن يحمل رخصة فان اللي هو المسوق صاحب هذه الرخصة أو رقم الترخيص الإعلامي يعتبر إعلان مخالف عشان كذا عندنا مثلا على سبيل المثال في شهر سبتمبر المسح الإلكتروني الذي تم على 14600 إعلان إلكتروني تم المسح عليها والتأكد من نظاميتها وكل شهر عندنا بهذه الطريقة مجموعة من الإعلانات أو بشكل مستمر يعني يمكن فرق الرقابة الإلكترونية بالتحديد على فكرة هي ممكن أكثر الفرق عملا عندنا في الهيئة خاصة في موضوع الرقاب الإلكترونية مهمة جدا فاليوم جاسين راقب كافة وسائل التواصل الاجتماعي الإعلانات المنشورة في المواقع والمنصات وحتى يتم ضبطها نفرح اليوم عندنا 54 منصة مرخصة ما معنى كلمة منصة مرخصة؟ يعني هذه المنصة فيها ارتباط تقني مع الهيئة كافة البيانات التي تكون في المنصة تكون موثقة عندنا في الهيئة كافة العقود التي تتم تكون عندنا معكوسة في منصة الوساطة العقارية وبالتالي الرسالة الأهم اليوم لكل من يشاهدنا اليوم إنه إذا حاب تبحث عن عقار إذا حاب تبحث عن وحدة عقارية للإيجار أو للبيع فبحث عن وسيط مرخص وابحث عن طريق المنصات المرخصة المنصات المرخصة اليوم معلنة متوفرة موجودة في موقع الهيئة العامة للعقار بإمكانك الوصول لها بشكل مباشر وأيضاً حن نعلنها بين فترة والثانية يعني لو تدخل على حسابنا في تويتر اليوم ستحصل أو في منصة إكس ستحصل طيب العكس العكس مو أنه الواحد دخل الموقع وشاف لا لو واحد صادف إعلان معين لوسيط معين كيف يتأكد من صحته بحث عن الرخصة رخصة فال هل عليه رخصة فال تأكد من الترخيص الإعلاني طيب هل يكفي تذهب لموقع الهيئة العامة للعقار تريد يرتاخد نفس الرقم تتأكد من مصداقية هذا الرقم من خلال خاصية الاستعلام عن الوسطة أو خاصية الاستعلام عن الإعلانات تدخل الموقع الاستعلام عن الوسطة وعن الترخيص وعن الترخيص تضع الرقم ويطلع لك إذا كان حقيقي أو لا يا سلام ممتاز طيب اليوم أكيد توصلكم الشكاوى الكثيرة في عمليات البيع والشراء الخداع الوهم التضليل الناس النصابين اللي يدخلون في مثل هذا الموضوع إيش سويتوا أنتوا اليوم في الهيئة عشان تعززون الشفافية والضمان أن الواحد يروح لمكان موثوق هي النقطة الأول التي دائما نركز عليها في كل رسائلنا الإعلامية وفي كل النصائح والتوجهات اللي نوجهها لا تتعامل إلا مع مرخص لا تثق بمحادثات الواتساب اللي ما تشوف فيها من هو الطرف الآخر لا تدفع خارج أي إيجار خارج منصة إيجار حتى على الفكرة موضوع اليوم الضمان التأمين اللي أنت تأخذ إذا أنت تستاجر شقة وفيه تأمين بينك وبين المؤجر اليوم منصة إيجار وفرت خاصية استلام الضمان والاستلام والتسليم عن طريق المنصة أن تتكلم عن حوكمة أن تتكلم عن حفظ للحقوق من خلال هذه المنصة اليوم أهم نقطة معينة لا تتعامل إلا مع مرخص موثوق لا تتعاطى مع أي إعلان ما عليه رقم ترخيص إعلاني لأنه قد يكون هذا باب إلى احتيال ولا تضمن من هو صاحب هذا الإعلان أيضا بالنسبة لل يعني حتى للوسط اليوم رسالتنا واضحة لهم بشكل كامل ودائما متعاونين معنا في هذا المجال أنه لا تقدم معلوماتك لأي متستر لا تقدم المعلومات اللي عندك حتى ترضى من مبلغ قليل وتقدم معلوماتك واليوزر حقك ونفاذ هذه جريمة يقدمها البعض وضعاف النفوس ونقول البعض ولله الحمد ما فيه العدد الكبير ولكن يقدمها لناس مجهولين غير نظاميين مخالفين أحيانا نظام الإقامة ويقول له سوق عني ويقول له سوق عني مقابل مبلغ وعشان كذا نشوف كثير من الشكاوى اللي تيجي أنا اتصل علي واحد سويت مع عقد لأنه ذاك مع الرقم حقه سوالي كذا أرسل لي كذا وكلها أشياء موثقة لكنها كانت برقم أحد ضعيف نفس من الوسطاء القلة اللي قدروا أن يلعب عليهم أو يحتال عليهم ويأخذون أرقامهم ويبدون يتعاملون فيها طيب في هذا الحالة وش ذنبي أنا كمشتري من ينصفني طيب؟ عشان كذا إذا لجألكم ترجعوله فلوسه اليوم الحمد لله الإجراءات مرة مشددة على هذا الموضوع يعني على سبيل المثال واحدة من أهم الأشياء ودائما نحن نتكلم عنها بشكل كبير جدا خاصة في موضوع الإيجار لا تدفع خارج منصة إيجار لا لو أحد تعرض لتحايل بسبب أن صاحب الوساطة مشى في موضوع التستر كيف الطرف الثاني اللي اشترى وتأكد من أنه كل الأرقام صحيحة يرجع له حقه قضية كاملة تحال الجهات ذات العلاقة بالاختصاص بالتحديد وأيضا الوسيط لا يعني لا يعفيه جهلة أو لا يعفيه تساهلة بتقديم هذه المعلومات إلى محتال قام بالاحتيال على مستفيد أو مواطن أو مقيم طيب مكاتب العقار وش وجودها في الحكاية كلها اليوم؟ معادلة مهمة جدا مكاتب العقار اليوم اليوم مكاتب العقار تعتبر منافذ رئيسية تعتبر منشآت نصنفها كمنشآت خاصة بنظام الوساطة اليوم هناك التزام كبير جدا من مكاتب العقار في موضوع الرخصة في موضوع تقديم العقود في موضوع التوثيق العقود وأيضا الإجراء التعاملات العقارية بين كل الأطراف أنتو اش تصنفونها؟ منصة عقارية؟ منشآة منشآة عقارية؟ منشآة المنصة منصة الإلكترونية منشآة من حقها تمارس كل ما يخص العقار سبع أنشطة اللي هي؟ الوساطة والتسويق والإعلانات والمرافق ودارة الأملاك والمزادات وأيضا الاستشارات والتحليلات العقارية يقدر المكتب يسويها؟ نعم بينما الأفراد أربع مثل؟ الأفراد فقط بإمكانهم يمارسون الوساطة والتسويق والإعلانات وأيضا الاستشارات والتحليلات أما المرافق والمزادات والأملاك لا هذه مختصة بالمنشآت جبيل الاستشارات هذه يبغالها محور كبير على المساحات الموجودة على الحسابات اسمح لي أخذ فاصل ونرجع بعد الفاصل مكملين معكم ومع الأستاذ تيسير المفرج مع كل الشكر على شجاعة وجرأة في الكشف عن كل هذه التفاصيل لأنها تمنى اليوم خلوكم قريب بعد الفاصل حياكم الله مجددا في هلال الحديث ما زال مستمرا مع الأستاذ تيسير المفرج المتحدث الرسمي اللي هي العمل العقارة رحفك مجددا أستاذ تيسير وصلنا إلى موضوع الاستشارات والتحليلات العقارية اعطنا الموقف النظام الواضح من هذا الأمر أول شيء خلنا نعرفها الاستشارات والتحليلات العقارية هي تقديم الآراء المتصلة بالرأة بالاختصاص الأوجسان العقاري إذا كانت خدمة أنا أقدم لكيها في مكتب ينفرح اليوم تعال وأعطيك طلبت مني استشارة إذا كانت خدمة لازم لها عقد وتسمى استشارة إذا قدمت هذا الرأي عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام تسمى تحليل اليوم لا يمكن أن تقدم رأي أو مشورة من غير ما يكون معك ترخيص ما اسم الترخيص؟ رخصة فال للاستشارات والتحليلات العقارية وعلى فكرة الدورة التدريبية حقتها يمكن من أطول الدورات التدريبية التي تعطى ثلاث شهور أربعة عشر مسار داخلها فيها مسارات قانونية وفيها مسارات تحليلية فيها مسارات فنية فيها مسارات إعلامية فيها مسارات عقارية فتعتبر من أقوى الدورات الحقيقة التي موجودة اليوم في الهيئة العامة للعقار بعد أن تجتاز الدورة تصير أنت مرخص معك رخصة تقديم الاستشارات أو التحليلات العقارية اليوم نرى من ظن الأشكال على سبيل المثال اليوم أحد مغرد طلع فيديو على سبيل المثال الأسعار ترتفع في الحير الفلاني أو الأسعار تنخفض أو لا نؤيد أو لا أوصي بالشراء في هذه الفترة أو نوصي بالبيع في هذه الفترة كل الأراء اليوم هذه تربك السود تخلي فيه حيرة في اتخاذ القرارات وبالتالي تعتبر اليوم تقديم هذه الأراءة مخالف 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 طب إذا عنده الرخصة؟ إذا عنده الرخصة إذا كان مستند لبيانات رسمية وش نخص ببيانات رسمية؟ هل اليوم أنت استنت بهذا التحليل على بيانات هيئة الإحصاء على سبيل المثال؟ هل استنت على البيانات والمغاشرات العقارية في الهيئة العامة للعقار؟ إذا عندك شيء علمي يؤيد هذا الكلام فأنت مخالف ما عندك فأنت مخالف حتى لو عندك رخصة؟ طيب الآن أستاذ تيسير المساحات التي نرى في تويتر والسناب وغيرها هل كلهم مرخصين؟ لا مخالفين؟ هناك الكثير مخالفين نعم طيب ما تركين؟ لا نعمل مخالفات يوميا المخالفات موجودة بشكل يومي أجل شكل المخالفات البسيطة؟ لا 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 لأننا جالسين نرى المخالفات الشديدة لكن للأسف أنه اليوم أصبح تقديم هذه الاستشارات بالنسبة للبعض فرصة للانتشار فرصة للشعبوية كم المخالفات تقول لنا عشان نعرف إذا رادعون لنا؟ عدد كبير كمخالفات مالية هي نفس نظام الوساطة توصل لـ 200 ألف توصل لـ 200 ألف ريال طيب ما المبرر أن هذه الحسابات ما زالت موجودة؟ مساحات تويتر، التكتوب، السناب شات، كلها موجودة حتى الواتساب موجود فيه نحن نخالفة بشكل مباشر لكن يمكن موضوع الإعلان عن المخالفة أحيانا هذه تحتاج نص نظامي أنك أنت تعلن أو تشهر بأحد محدد تحتاج نص نظامي أساسا لكن المخالفات موجودة الرقابة الإلكترونية زي ما قلنا الشهر هذا فقط تم المسحة لأكثر من 14 ألف محتوى موجود سواء كان عن طريق وسال التواصل الاجتماعي أو المواقع أو المنصات أو حتى على فكرة في البرامج التلفزيونية الضيوف اللي يجون لابد أنهم ينتبهون أنه ما يقدم رأي أو تحليل يربك السوق أو يكون مبني على غش أو مبني على أهداف لها علاقة ببيع أو شراء لأن هذه كلها اليوم مخالفة تعتبر من مخالفات المحتوى العقاري التي تقدم في مجال الاستشارات طيب والله هذا كشف يبني أن نحضر الضيوف كثير اللي يجون والله كلام مهم يعني هذه المفروض إحنا اليوم في البرامج التلفزيونية نعيها الناس اللي يتعاملوا مع بواقع التواصل يعونها كل الأشخاص بس أنا أرجع وأقول لك أن المشاهد عند الناس أن هذول الناس ما زالوا موجودين ويتمددون وحضورهم موجود والتوصيات والتحليلات موجودة ما أعتقد أنهم يتمددون ولا هم يكثرون لا كلمة لهم يقلون لأن اليوم زي ما قلت لك المخالفات بدأت أصلا حينا نلاحظها في مؤشراتنا اليوم بدأت موضوع الضبط صار أكثر من أول يعني فيه إحصائية معينة في أرقام يمكن ما تحضرني الآن لأنها من ضمن إجمالي المخالفات اللي مرصودة لمية مفصلة لكن موجود نعم موجود فيه مخالفات وتتم بشكل مستمر هذا كلام مهم اسمح لي أكرر وتصادق عليه اليوم إذا واحد كتب تغريدة ولا طلع في فيديو ولا في سراب وقال أصبر ولا تشترون الآن بيركد العقار ولا بيطلع العقار ولا أشتره ولا أوصي ولا ما أوصي هذا مخالف مخالف هذا مخالف لأن أول شيء قدم المعلومة من غير ترخيص حتى لو كان مرخص وقدم المعلومة بناء على اجتهاد شخصي أو على استناد على بيانات لأنه أصلا في الدورة التدريبية يعطون هذه التعليمات أنه لا بد أن تقدم البيانات والمعلومات والتوصيات بناء على بيانات حقيقية ودراسة حقيقية الهيئة لها الحق أن تطلب حتى الدراسة الموجودة وصارت مثل هذه الحالات تطلب الدراسة الموجودة بناء على إيش استنادت ويتم التحقيق فيها طيب أنتو تخالفون اليوم مثلا مساحات تويتر تخالفون اللي يفتح المساحة ولا كل اللي يتحدث المتحدث أي واحد يتحدث ويفتي في موضوع عقاري وخالف نعم خلنا نشوف نرصد ونشوف بصراحة لأن لو نبغى نخالف ما دعنا نخالف كنت على استضافة أي ضيف مثلا يقدم رأي أو توصية توصية لا لكن يا كثر اللي يقدمون آراء يعني آراء بمعنى قراءة للمشهد العقاري طبيعي وهذا طبيعي جدا وأنه بالعكس لا وعلى فكرة نحف عليه لا وعلى فكرة تقديم بحرنا شوف حنا على الهوى وبدون أي مكابرة إحنا إذا يوم من الأيام أخطأنا في ضيف وقدم أي شيء من الأشياء المحظورة يا أخي لا مانع أنك يتعاقب وتعاقب البرنامج إحنا كلنا مع أن يكون فيه نظام واضح يضبط هذه الأمور لأنه هذا حق الناس علينا وعلى الجميع بالعكس بالعكس وأحييك لا بالعكس أتكلم اليوم عن المخالفة تقع على قائلها على الضيف نفسه مهم أنه إحنا نعيها بالعادة أنه يكون فيه ضيف يقدم آراءه للمشهد أو قراءته بس التوصيات مخالفة قولا واحدا انتهينا طيب فيه موضوع إشكالي ودي تفصله لنا شوي موضوع السعي مين اللي ياخذ السعي ومين اللي يدفعه وإش طرق سداده لأن فيه شكاوة وكلام كثير على هذا الموضوع إلى الآن غير مفهم وإمسك أي واحد يقول لك من يفاهم جميل عفوا اسمح لي هو ليش مفاهم لأنه يشوف عملية البيع هذه تمت بطريقة والثانية تمت بطريقة مختلفة وكله صح جميل دعنا أقول لك ابتداءا السعي اليوم هو حق لجهد اللي حنا نسميه العمولة هو حق لجهد يقوم فيه وسيط قبل نظام الوساطة كان فيه عندنا نظام كامل للمكاتب العقارية يمكن استمر أكثر من 46 سنة وكان محدد فيه السعي بـ 2.5 وهذا العرف العقاري اللي كان متواجد اليوم مع نظام الوساطة العقارية صار في مرونة في موضوع تحديد مقدار العمولة لإتمام صفقة بين طرفين للطرفين الاتفاق على أي رقم في العمولة ما هو محدد بـ 2.5 ولكن لابد أن يوثق في عقد الوساطة اللي مودع في الموقع الهيئة العامة للعقار في حال لم يتم الاتفاق فالرقم ينزل تلقائي 2.5 إذا اتفقوا على خمسة على عشرة هم حرار أهم شيء توثق في العقد طيب مين اللي لازم يدفعها البائع أو المشتري طالب الخدمة اليوم إذا أنا طلبت منك مفرح أنه تعال أنت وسيط اليوم دور لي على مخطط دور لي على عمارة دور لي على بيت فأنا المشتري فأنا المشتري طالب هذه الخدمة أبا دفع نعم أنا طالب الخدمة طيب والعكس إذا كنت أنا ببيع و جيت لقيت لك شوف لي بيعة معناته البائع هو اللي بيدفع صحيح كده واضح بالعقد عشان كده اليوم في عقد الوساطة في عقد وسيط مع مالك وفي عقد وسيط مع مشتري طيب العقد المبدئي اللي بينكم لازم تكتبوا فيه المعلومة هذه صحيح إنه مين اللي بيدفع وكم نسبة السعي صحيح واضح طيب نقطة إشكالية تكلمنا في جزئية معينة فيها بس بنعيدها لأنه جاني سؤال مهم في هذا الموضوع اليوم يقول لك بعض الناس إنه أنا أروح مثلا أستأجر الشقة الفلانية أو أشتري الفيلة الفلانية تمام أتأكد من الباركود وأتأكد من الرخصة وترخيص الإعلان ورخصة فال وكل شيء من اللي مرسلها لي صحيحة ويوم أروح ألقاها أصلا مؤجرة غيري ولا وأنا خلاص سبق ودفعت لأني تأكد من الأرقام وين الخل الفدزاوية هذه؟ في ثغرة موجودة في عدم تأكد عدم تأكد المستفيد من تطابق الإعلان مع السك أيوة كيف هذه الشرحة؟ يعني أحيانا بعض المحتالين وهذه من وسائل الاحتيال يعطيك عقد على السك ليس بحقيقي ليه؟ صار يفهم اليوم المحتال صار يفهم سلوك الناس المستفيدين كم مرة دخلنا على مواقع موافق 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 لا تقرأ ومشي موجود هذا سلوك للأسف خاطئ وهذا سلوك موجود إيه بس أنت تأكدت أن رخصته صحيحة ربما صحيح ترخيص إعلانه صحيح إذا كان أنت متأكد لأنه يعني وحدة من ضمن الأشياء المهمة جدا اليوم إذا جاك قال لك أنا طلعت لك عقد وساطة طيب على هذا العقار طابق معلومات العقد مع معلومات السك اللي موجودة ترى هذه النقطة اللي لما تغيب يتصير فيه مدخل على موضوع الاحتيال شوف أنت عارف كيف الأمور هذه ممكن تحل يعني على الأقل من وجهة نظري كلما كانت العقوبات صارمة في هذا الاتجاه كلما خاف المحتال أنه يسوي مثل هذه الأشياء متأكد لأنه اسمح لستيسير يعني اليوم أنا كمشتري شفت الرخصة مضبوطة شفت الرقم مضبوط دخلت موقع الأقار كله مضبوط ما عد أشك في أنه هذا ممكن يجيب لي بطريقة تحايلية ما أنا ما أفهم فيها يعني شف بالأكسر نقول لك اليوم واحدة من الأشياء الإيجابية الجميلة اليوم في وعي كبير جدا اليوم صارنا نقول يعني صاروا الناس يردون على المحتال تراك واضح تراك شايفينك وعارفينك اليوم صارنا نشوف ما يكفي يبلغ عنه ويبلغ عنه وهذه من ضمن الأشياء الإيجابية الحمد لله في البلاغات اليوم كثير يعني تجينا بلاغات قلت ولله الحمد على فكرة البلاغات الحمد لأنه اليوم أصبح الربط مع نفاذ الربط الإلكتروني موجود اشتراط الصكوك اليوم الهيئة سوت مجموعة من الإجراءات الكبيرة جدا خلال الفترة الماضية على فكرة في موضوع مثلا لو فيه لو فيه واحد بالمئة شك بأنه وسيط عقاري له علاقة بمحتال يتم إغلاق حسابه مباشرة حساب مين حساب الوسيط طيب والتحقيق معه حتى التأكد منين إذا كانت تعاملت مع هذا الرقم مع هذا المحتال مع مخالفة سابقة يتم تحقيق معه ويتم كتابة إقرار وبعدها إذا كان بدأ في مخالفات تحال مباشرة للجهات ذات العلاقة بشكل كبير طيب الآن المحتال وعرفناه وهو جاب الأرقام والبيانات الموثوقة كلها من الوسيط نفسه اللي للأسف يعني مع بياناته هذه أو أعطهم بعضها ونصر ألف مره على بعضهم طيب بعد ما تتأكدوا من المحتال وتتأكدوا أن الوسيط هو اللي يعطاه الوسيط هذا بماذا يعاقب وهو المحتال المحتال تهين من الوسيط هذا المباشرة يدخل في جرائم مختلفة تماماً منها على سبيل المثال جريمة التستر التجاري تحال للجهات ذات الاختصاص تسحب منه الرخصة تسحب مباشرة تسحب منه الرخصة ولا يعطى رخصة مرة ثانية مباشرة ولا شيء خلاص دخل في القائمة السوداء جميل شكراً لإجابات الواضحة هذه قبل ما أنهي معك أبغى أخذ منك مجموعة رسائل بالعادة سميها لضيوفي تغريدات صوتية أخيرة الأولى لكل مشتري أو مستأجر اليوم بيقدم على شراء عقار ما تقوله؟ لا تتعامل إلا مع مرخص لا تتعامل مع أي إعلان ما لم يكن فيه رقم الترخيص الإعلاني لأن بعض الإعلانات التي قد تكون موجودة ولا عليها ترخيص إعلاني قد تكون نافذة لعمليات احتيال فيما يخص الأسعار اليوم هناك منصة كاملة للموشرات العقارية بإمكانك الاطلاع عليها ومعرفة المؤشر الإيجاري على سبيل المثال أو حتى المؤشرات الخاصة بالبيع من خلال المؤشرات العقارية ارجع دائماً للأخبار من مصادرها لا تتعامل إلا مع مرخص ولا تأخذ أي توصية إلا من مرخص جميل المرخصين اللي عندهم اليوم الرخصة إيش رسالتك وتغريدتك الصوتية لهم؟ أدي الأمانة وأعطيها حقها أنت اليوم مؤتمن مرخص الناس تثق فيك لا تقدم معلوماتك لقمة سائغة لمن يمكن أن يحتال على إخوانك وأهلك وجماعتك كلمة أخيرة أبغى أسمعها لأننا لمسنا هذه الجهود ومن حقهم أن نقول لهم كلمة عن طريق مسؤول اليوم الشباب الذين رأيناهم وعايشناهم في الجولات التفتيشية والذين جالسين ينفذون لوائح وأنظمة الهيئة إيش تقول لهم؟ يعني شكراً لاتك فيهم لأنه فعلياً الالتزام والامتثال اللي موجود اليوم واحد من أهم أسبابها هذه الجهود الرقابية الميدانية وشكراً لكم مفرح شكراً لمرافقتكم معنا في الجولة الرقابية وشكراً لكل ما تقدمون تبقى أطلع فاصل وطلع والله إحنا بنطلع في كل الأحوال هذا جزء من واجبنا وانت طبعاً اللي ما يعرف اللي سيفي انت عاد في الإعلام يعني سنواتك طوال وأكثر خبرة منه ومنك نتعلم شكراً لك أستاذ تيسير وشوفك في اللقاءات قادمة شكراً لأستاذ تيسير المفرش شكراً للهيئة العامة للعقار وبعد هذا الفاصل بنلقاكم في موضوع وظيفي مهم جداً خلوكم قريب هياكم الله مجدداً في أهل حوارات المشهد الوظيفي لا تكاد تقف يعني دائماً هناك جديد وبالذات مع مرحلة متسارعة جداً وظيفياً كما نشهد الآن وخاصة يعني الزخم الكبير الموجود اليوم في القطاع الخاص وكثرة المشروعات والأماكن والأشياء المتاحة كيف يمكن أن تحافظ على قيمتك الوظيفية بين قوسين القيمة السوقية إجمالة لحضورك في المشهد الوظيفي وسواها نصائح توجيهات دروس مهمة جداً سنتعرف عليها في هذه الفقرة مع المستشار في الموارد البشرية لأستاذ رضوان الجلوح أستاذ رضوان مساء الخير وشكراً لك وبلك الدعوة أهلاً فرح أستاذ النور اليوم أو أول شيء لما نقول لأحد مكانتك الوظيفية القيمة السوقية لك أنتم في الموارد البشرية كيف تعرفونها؟ القيمة السوقية هي ما تتقاضى حالياً من دخل هذا كقيمة سوقية لكن كيف تقاس؟ لا ما تتقاضى أصلاً ما تستحقه بناءً على مهاراتك؟ هي جهتين ما تتقاضى وما تستحقه أحياناً قد أنت تستحق قيمة سوقية أعلى لكن أنت في مكان لا يدفع لك القيمة السوقية الحقيقية والعكس قد تكون أنت في مكان يدفع لك مدخول عالي لكن قيمتك السوقية ليست بالحقيقية مثل بعض لعبة الكوريا مثلاً قد يكون يأخذ يعني عقد عالي لكن هو لأن السوق ما شكله السوق ما شكله طيب اليوم خلنا أخذها وحدة وحدة قبل ما نتكلم أنه كيف تحافظ خلني أعرف منك كيف تصنع كيف تصنع قيمة سوقية معينة أنت تريد الوصول لها تمام بالتدرج ولا تستعجل أولاً لازم من الشهادة الجامعية كثير أو طلعت رند قبل فترة مفرح أن المهارة ليست مهمة كالشهادة بكل تأكيد خطأ الشهادة أولاً الشهادة أولاً ومن ثم المهارة الشهادة تطيق جسر أنت لازم تكمل عليه هذا الجسر هي مهاراتك من خلال الدورات التدريبية من خلال الاحتكاك بالآخرين المشاريع التي تعملها الأخطاء التي تسويها كل هذه تكون القيمة السوقية حقك أنت مع فكرة الخمسين خمسين شهادة ومهارة أو اللي عندك تقسيم مختلف هم يكملوا بعض ليس بالضرورة هذه خمسين خمسين أو هذه ستين أربعين هم يكملوا هذا أول شيء هذا الشهادتك اثنين الخبرة العمل يعني ابدأ اتخرجت لما لقيت وظيفة لكن قد تجد تدريب عملي ادخل في التدريب العملي هنا أنت قاعد تكون تنمي هذه القيمة السوقية دعني أرجع معك خطوة مفرح تعرف أن الناس اللي يكونوا مثلا يدرسوا في الجامعة الآن وهو يعمل مثلا عمل جزئي تكون قيمة السوقية أعلى من أن شخص يدرس في الجامعة وما يعمل طبيعي لأن احتك اشتغل أخذ خبرة فهي هذه أنت كيف تكون قيمتك السوقية بهذه الطريقة لكن تحتك تعمل ومن ثم تنطلق طيب هذا كيف تكون نقدر نقول كيف تحدد أو السؤال مبالغ فيه يعني هل أنت ممكن بينك وبين ذاتك تعرف قدراتك تعرف شهاداتك تعرف مأهلتك تقدر تحط لك سقف وتقول هذا اللي أبغى وصله صعب مفرح لأن الإنسان دائما يطمح إلى الأعلى وإلى المزيد وإلى وإلى عندنا في السعودية أكثر من 14 بنك أكثر من 6 شركات اتصالات أكثر من عدة شركات في الألبان تختلف رواتبهم باختلاف الشركة وباختلاف المركز المالي ولكن كمسميات وظيفية تلاقي نفسها شركة STC لوحدها مثلا تحتوي على أكثر من 20 شركة لكن تختلف رواتبهم هم بشركة واحدة فأنت صعب كشخص تقول والله أنا أبغى أخذ راتب مثل مفرح أو أعلى من مفرح ما أقدر طيب أنت وصلت إلى مرحلة معينة في القيمة السوقية تمام هذه المرحلة ما هو كيف تحافظ عليها لا كيف تنميها كيف توصلها إلى أعلى كيف تلازم أنك تاخذ نيكست أو خطوة أخرى يعني أعطيك مثال حقيقي أحد الأسبوع الماضي شخصيا أنا كنت في أحد الاجتماعات قال لي أحد الرؤساء التنفيذية رضوان أنت مرة ممتاز لكن ناقصك الدورة الفلانية لو تاخذها حتى تطلع بيرفكت كلمت المعهد اللي يقول عليها هذه الدورة وأبدأ معهم من منتصف أكتوبر علشان أزيد قيمتي السوقية أنا وصلت إلى مرحلة لأبغى أزيدها فهي بهذه الطريقة أنك أنت لا تنتظر أن أحد يجي يقول لك إحنا بنعطيك دورة لا أنت استثمر في نفسك فطالما تزيد من قيمتك السوقية أنت تطور نفسك وعندي أمثلة حقيقية أحد الأصدقاء لا أقوله بالأسم يستاهل سلطان البلوي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة صحة القابضة سلطان يستثمر في ذاته سنويا أكثر من 30 إلى 35 ألف ريال كل سنة يأخذ دورات سلطان كم عمره سلطان عمره 41 سنة اليوم هو رئيس التنفيذي لشركة الموارد البشرية يقود أعلى تغير في المنطقة في الجال الصحي فهو استثمر في نفسه فهنا هو قاعد يحدد قيمة السوقية فأنت كلما استثمرت في نفسك رفعت قيمتك السوقية جميل طيب اليوم علشان ترفع القيمة السوقية إذا قلنا الشهادات المهارات الاستثمار في الذات تمام هل يدخل من ضمن المعايير اللي أنت لازم تحسبها القطاع اللي أنت فيه صحيح القطاع مثلا القطاع المالي غير القطاع التقني غير القطاع الصناعي غير القطاع البترولي كل واحد يختلف عن الآخر والسوق كبير يعني اللي أول كان عندنا المقياس أرامكو اليوم لا صار فيه في مقاييس أخرى تختلف عن أرامكو ولا زالت أرامكو بقوتها لكن قطاع البترول هذا هو الآن أرامكو لكن لا فيه قطاعات ثانية الآن فيه يجيك مثلا بعض الأشخاص يقولك أنا أبغى أشتغل في الهيئات لأنه هو يرى قيمة السوقية في الهيئات الجديدة طيب أستاذ رضوان فيه مشهد يتكرر أمامنا أحيانا أبغى أخذ وجهة نظرك فيه أحيانا تتاح لك فرصة في مكان معين هو لا يعطيك القيمة اللي أنت تعتقد أنك تستحقها ولكن أنت يهمك المكان صحيح؟ هنا كيف الواحد مفروض أن يوزي المعادلة هذا استثبار في نفسك كيف؟ يعني أنت معه أنه يقبل وخلاص حتى لو أقل لأنني جعلت سويتها أنا شخصيا في سنة من السنين سويتها مفرح أنا كنت أطمح إلى شركة معينة لأن هذه الشركة ستعطيني خبرة قوية جدا لكن معروف عن هذه الشركة أن رواتبهم ليست عالية بل هي رواتب متوسطة وليست أدنى سوق أنا قبلت بهذا الراتب رغم مع جزء بسيط من المفاوضة وأعطوني نصف المبلغ اللي أنا فاوضت عليه وقبلت فيه أحيانا أنت تشتري الخبرة والمكان وباللغة الآن اللي نحن قاعد نقولها تشتري البراند نعم أنت تشتر العلامة التجارية اللي أنت بتشتغل فيها إنها بتزيد لك لكن كيف نقول تقل قيمتك السرقية ما سألتنا لسه نخلص من كيف نرفع ونريجي لكيف نقل بس أنا لفتتني فكرة التفاوض أبأخذ فاصل وارجع ناخذ إن شاء الله تسمح لي بعد الفاصل المكملين حياكم الله مجددا فيه هل الحديث ما زال مستمرا مع مستشار الموارد البشرية الأستاذ رضوان الجلواح رح فيك مجددا أهلا أستاذ رضوان كنا نتكلم على موضوع التفاوض اليوم كيف الواحد يدير مفاوضات القيمة السوقية في مرحلة الوظيفية القادمة عظيم صعب جدا نفرح أنك أنت بتفاوض مع شركة وأنت حديث التخرج لا تمتلك شيئا إلا شهادتك ودورة تدريبية واحدة مقياس التفاوض لها عدة معايير شهادة جامعية مهارات خبرة ندرة في التخصص ندرة في المعلومات لما تجتمع هذه يحق لك المفاوضة والله مثلا قدموا لك مثلا عشر ألاف وأنت تقيم نفسك أنه أنا أبغى خمسة عشر هنا إذا اكتملت هذه الأركان فاوض لكن أنت حديث التخرج و تقول من البداية أبغى أفاوض هنا أنت تعطي نقطة سلبية عليك فمتى التفاوض لما يكون عندك أسلحة أنت لازلت يعني حديث تخرج ليس لديك أسلحة كيف تحارب طيب لنفترض أنه لديك كل الأسلحة اللي أنت ذكرتها إيش آلية وطريقة التفاوض أنه أي مبلغ يعطى لك ترفع وخلاص ولا إيش بالضبط لا هي نسبة وتناسب أحيانا أنت تشوف أنه مثلا عرض عليه عشر ألاف وأنا أستحق مثلا خمسة عشر ألف فأنت تتكلم عن خمسين في المئة من الزيادة خمسين في المئة في السوق ما تصير حالات نادرة جدا 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 قد تكاد نادرة لا بس هنا نقطة إذا تسمح لي هذه طرحناها في الحلقة أمس وإنت من صلب التخصص وتعرف إذا بتكشفها بجرعة أنه أغلب الجهات والشركات والمؤسسات هو أساسا أعطاك مبلغ وتارك هامش للتفاوض هو معطيك وعارف أنك بتفاوض ويرفع لك إلى كده بس ما أعطاك المبلغ اللي تستحق بباشرة ما أعطيك الحد الأعلى من الراتب انسف أي طيب حلو فبالتالي فأنت لازم تتفاوض في كل الأحوال في كل سلة مراتب أسس على درجات فأنا أعطيك الدرجة الأولى قد تكون هو ثلاث درجات خمس درجات ومهما كان عددها فأنا أعطيك الدرجة الأولى أعطيك الدرجة الأولى منها فاوضتني وأعطيك الدرجة الثانية أي يعني ولكن إذا ما فاوضتني وقبلت من بداية فشكرا أنا حفظت في الوزر الشركة طيب علشان ناخذ المحور اللي أيضا احنا متفقين عليه اللي هو سالفة كيف تنخفض القيمة السوقية الآن تعرفنا كيف ترفع كيف تنخفض إذا تركت العمل دون سابق انذار ودون عمل آخر في الفترة الأخيرة شخصيا حجزوا عندي عدد يعني يمكن ثلاثة أو أربعة أشخاص استشارات فردية وكلهم كانوا بحالات منفردة ولكن لنفس السبب استقالوا بدون عرض وظيفي آخر بسبب ضغوطات نفسية عائلية إدارية مهما كانت الأسباب ولكن لم يستطيعوا الحصول على نفس الراتب اللي كانوا عليه بل يعرض عليهم أقل بسبب طيلة الجلوس بدون وظيفة فطالما أنت تجلس بدون وظيفة تقلل قيمتك السوقية طالما أنت مع الوظيفة لا زل تحافظ على قيمتك السوقية وتعتلي إذن ما يمنع أنك تتقدم على وظيفة أخرى فأي مكان في العالم وهذا حكم مشروع لك لكن لا تستقيل وترمي بهذه الورقة وتجلس في البيت تقول والله أنا كنت أستلم عشر ألاف أعطوني عشر ألاف السوم ليس بهكذا يعني قد تحصلها وقد لا يعني أنت تقول في أسوأ الأحوال وإنت ما أنت برتاح في وظيفتك لا تترك إلا بعمل ثاني لا تترك إلا بعرض وظيفي ثاني وأضامن إما حيجيك نفس الراتب لأن الشركة اللي سوف تستقطبك تقول ما رح يترك على نفس الراتب وهو هذا النسبة الأكبر أو بيجيك أزود فأنت تطمح للأزود لكن لما تجلس في البيت لو جلس في البيت شهر قلت قيمتك السوقية لو تقلت 500 ريال كل ما تأخرت تقل قيمتك السوقية طيب في فكرة في بعض المفرح نأخذها بعد في بعض الأشخاص يقولك أنا استقلت واخد دورات تدريبية لا غلط أنت لا زلت تقلل من قيمتك السوقية لازم تكون على رأس عمل على رأس عمل وطور نفسك طيب اليوم أنت علشان تحدد القيمة السوقية لمجال معين لنفترض أنه مجال أنت تدخل للمرة الأولى مثلا مع أن أنت عندك خبرات سابقة في مجالات أخرى كيف تعرف القيمة السوقية لهذا المجال لازم تسأل عن المرتبات لازم تبحث ما هي المفاتيح دعني نأخذ الآن الإعلام هو من الأقسام التي صار فيها ضخ أكثر الآن ممكن أنت كحديث تخرج أو شخص كان عندك خبرة وحولت إلى الإعلام خذ المتوسط من الرواتب ولا تعتمد والله رضوان ترى يأخذ مثلا 50 ألف أنا لازم أخذ 50 ألف زي أو 100 ألف يمكن رضوان عندك خبرة معينة وعنده شهادات معينة أنت لازل تحديث عندك خبرة معينة لكن لازل تحديث في قطاع الإعلام فإيش هو المتوسط مثلا متوسط 20 ألف أنا حق بل بـ 20 ألف فكيف أعرف المتوسط أسأل مفرح أسأل سين أسأل صاد أسأل خالد أسأل كل الأشخاص اللي من يعملون وتوصل للمتوسط وبناء على تقرر أستاذ رضوان شكرا جزيلا لأكل حضورك معنا في أهلاك شكرا لأستاذ رضوان الجلواح والشكر الأكبر لكل من تابع هذه الحلقة من ياهلا غدا يتجدد معكم ياهلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نعفذت أمل صبوحنا لخي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر